الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على تنفيذ مشروع جرجوب التنموي على الوجه الأمثلي واستغلال خصائص المنطقة بما يتفق مع احتياجات الرؤية التنموية والاقتصادية لمصر وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين أشار رئيس السيسي إلى أهمية التركيز على الصناعة والتجارة ضمن مشروع جرجوب التنموي وجد بنمو السكاني إلى المنطقة مشددان على أهمية مراعاة المعايير العالمية المرتبطة باعتبارات تخطيط المناطق الصناعية وحماية البيئة كما أكد على الدور الرئيسي لعمليات تطوير المواني وفي تعزيز الريادة المصرية كمركز دولي للتبادل التجاري وتقديم الخدمات اللوجستية استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الوزير كاميرون سلم الرئيس السيسي خطابا من رئيس الوزراء البريطاني ريشي صناك قدم خلاله تهنئة لرئيس السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر ووجه كاميرون الشكر التقدير لدور مصر والرئيس السيسي في صون الأمن والاستقرار بالمنطقة فضلان عن الجهود المصرية المكثفة على المسارين السياسية والإنسانية في إطار الأوضاع الرهنة في قطاع غزة وفي هذا الصدد تم التوافق على ضرورة التواصل لوقف مستدام لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية بكميات كافية تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي قطاع غزة كما شدد الجانبان على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تأجيل التصويت في مجلس الأمن على مسعى لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة يوما آخر حتى اليوم الجمعة على الرغم من أن الولايات المتحدة والتي تتمتع بحق النقد الفيتو تمكنت من إجراء التعديلات التي طلبتها وقالت إنه يمكنها الآن دعم المقترح وبعد مفاوضات استمرت أسبوعين تقريبا وتأجيل التصويت عدة أيام تم التواصل إلى اتفاق في وقت متأخر من أمس الخميس مع الولايات المتحدة قد يسمح بتبني القرار أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين مواصلة العمل مع الجهات كافة في سبيل ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الصحفيين الذين استشهد منهم نحو 83 في قطاع غزة خلال العدوان المتواصل وأفادت لجنة الحريات في النقابة في بيان أن مسلسل الاستهداف لا يتوقف عند الاستهداف الشخصي للصحفيين على خلفية عملهم المهني بل يطال عائلاتهم حيث استشهد المئات من عائلات الصحفيين في قصف منازلهم ثمنا لمهنة أبنائهم قالت منظمة الصحة العالمية إنه لم يعد هناك مستشفيات عاملة في شمال قطاع غزة وأفادت المنظمة بأنها أرسلت بعثات إلى مستشفيين أصيب بأضرار بالغة هما الشفاء والأهل العربية المعمدنية في شمال قطاع غزة الأربعاء وصرح ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريتشارد بيبركورن بأن تواقم المنظمة تعجز عن وصف الوضع الكارثي الذي يواجهه المرضى والتواقم الطبية الذين ما زالوا هناك أفاد تقرير لبرنامج أممية يرصد مستويات الجوع في العالم بأن كل شخص يعيش في قطاع غزة سيواجه مستوى عاليا من العندام الأمن الغذائي الحاد في الأسابيع الستة المقبلة وتوقع تقرير برنامج التصنيف المرحلي المتكامل لأمن الغذائي IPC بأنه بحلول السابع من فبراير سيكون سكان قطاع غزة جميعهم عند مستوى جوع يلامس الأزمة أو ما هو أسوأ وكشف التقرير أن هذه هي أعلى نسبة على الإطلاق قام البرنامج بتصنيفها أعلنت سلطات مدينة نيكوبول بجنوب أوكرانيا عن مقتل سيدتين وإصابة رجل في قصف روسيا وقال سيرجي لساك حاكم منطقة دينيبرو بيتروفيسكي أن الجيش الروسي قصف نيكوبول بالمدفعية الثقيلة موضحا أن سبعة مباني تضررت كما أدى قصف روسي الخميس استهدف مناجم تقع في منطقة دوناتسك شرق أوكرانيا أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عدد آخر ترجمة نانسي قنقر